اهلا بحضراتكم مرة تانية زي ما كنا منتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة رئيس استقبل انبارح بقصر الاتحادية رئيس بولكا جامي رئيس رواندا وعقد جلسة مباحثات ثنائية وكمان قابل توقيع على عدد من الاتفاقيات وكمان تم عقد مؤتمر صحفي تناوى للعديد من القضايا والملفات المهمة بين البلدين خلونا نتكلم عن هذه الزيارة وعن أهميتها مع الأستاذ جمال رائف الكاتب والباحث السياسي أستاذ جمال صباح الخير عليك صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على كل سيدة المشاهدين ودائما بسعدنا معكم يهلا بجلتشار بوجودك طبعا معنا عايزين نتكلم في البداية عن هذه الزيارة في البداية طبيعة العلاقات المصرية رواندية وأهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت يمكن مصر ورواندا طبعا علاقات تاريخية ومصر من أولى الدول التي اعترفت برواندا وطبعا كان لها تمثيل دبلوماسي لدى رواندا وانفتحت العلاقات ولكن بعد 2014 كان هناك طبعا نقلة نوعية في العلاقات المصرية الأفريقية بشكل عام وطبعا علاقات المصرية الرواندية النقلة دي عززها طبعا زيارة سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رواندا بنتكلم على أول زيارة لرئيس مصري إلى رواندا وده في الحقيقة خطوات كانت مهمة جدا للدبلوماسي رئيسية تجاه القرى الأفريقية إن السيدة الرئيس زار نقاط أفريقية لم يزورها رئيس مصر من قبل زي جيبوتي زي طبعا جنوب السودان زي غينيا كوناكري وغيرها من النقاط الأفريقية ومتعددت كمان الاتجاهات الجغرافية سواء في شمال القرى في شرق القرى في جنوب القرى ومن ثم دبلوماسي رئيسية هنا لعبة دور مهم جدا في إعادة العلاقات المصرية الأفريقية إلى سابق عداها وإلى رونقها بل إلى مرحلة جديدة كمان لم تكن عليها من قبل العلاقات المصرية الرئيسية أيضا لديها خصوصية لأن نتكلم على تجربة الرئيسية جيدة جدا ورائدة أفريقيا في المجال الاقتصادي والسياسي ووحدة من أهم الدول التي حققت نمو عالمي نتكلم على الدولة رقم سبعة في مؤشرات النمو العالمي وأيضا مصر تجربة رائدة يعني الآن بيتحدث عنها الجميع لها يعني باعة الآن في الترمية المستدامة وغيرها من الأمور ومن ثم أيضا التقارب من التجربتين مفيد جدا مش بس للدولتين ولكن ليه أقارة الأفريقية ده ظهر بالتحديد لما كانت مصر وروندا في ترويكا الاتحاد الأفريقي ترويكا اللي هو الدول التلاتة اللي بيرقصوا الاتحاد الأفريقي بالتتابع ده حتى السيد الرئيسي مبارح أشار إلى فكرة أن روندا أنجزت دور مهم جدا في إعادة الهيكلة الخاصة بالاتحاد الأفريقي ومن بعدها رأسة مصر الاتحاد الأفريقي وأكملت الدور وذهبت إلى إعادة الهيكلة الاقتصادية أيضا وبالتالي عشان كده بقول دايما أن مصر وروندا مفيدان جدا في العمل القاري نرجع تاني بقى للعلاقات السنائية لأن خاصة سنائية على الصعي نروح للعلاقات السنائية أستاذ جمال حضرتك ذكرته أشاد بي رئيس الحقيقة لأن روندا لما بنكلم عن تجربة اقتصادية رائدة لازم نذكر أنها جاءت بعد سنوات طويلة من حرب أهلية أن يلاقي أحد يتوقع أن الدولة تمر بهذه السنوات من الضمار يكون لها مثل هذه التجربة الاقتصادية الرائدة هذا الأمر أشاد بي رئيس ومن هنا نتكلم عن تحييق الاستفادة المتبادلة اقتصاديا بين الجانبين لما يتعاونوا مع بعض بالتأكيد يمكن روندا لها تجربة كانت صعبة جدا نتكلم على ما يقرب من مليون فقيد في هذه الحرب الأهلية رقم كبير جدا ولكن برغم ده استطاعت أن تحقق تجربتها ومصر أيضا حربت الإرهاب واستطاعت أن تحقق تجربتها ونستفيد من ده أن الدول عليها أن تحقق تجربها الخاصة نعم تنفتح على الجميع تستفاد من خبرات الجميع ولكن النجاح يأتي من الإرادة الداخلية توفر الإرادة السياسية والرغبة الشعبية وتكوين تجربة محلية الصنع عالمية وإقليمية التأثير وده اللي حصل في مصر وحصل في رواندا التكامل هنا بين التجربتين خاصة في مجالات زي الري زي طبعا الصناعة الزراعة وأيضا المجال التكنولوجي وغيرها من المجالات وصولا لبعد جميل جدا ووجدناها حاضرا الآن في كل توقيع الاتفاقيات التي توقح مصر مع مختلف دول العالم البعد الثقافي يعني لو نخب بالنا من كافة اللقاءات التي يجريها مؤخرا السيد الرئيس وتوقيعها بالرتكالات تعاون هنجد البعد الثقافي أصبح حاضرا وهنا بقى بننفي فكرة صدام الحضارات التي روج لها في التسعينيات لا مصر بتعلي من فكرة ائتلاف الحضارات حوار الحضارات علينا أن نتعاون ثقافيا لأن بالتأكيد القوى النعمة أيضا لها دور بالتالي أنا كنت سعيد جدا وأنا أرى أن هناك أيضا انفتاح على فكرة التعاون الثقافي مش بس مع رواندا ولكن مع مختلف دول العالم ممكن حتى رأينا ده في زيارة تجريستان أيضا لأينا نفس التوقيع الخاص بالتفقية التعاون بهذا الشأن في مجال الرئي بالتحديد والتعاون في مجال الزراعة وهذه الأمور أعتقد أن مصر الآن أصبحت لديها حصيلة في غاية الأهمية مشروع جوليوس نيريري في تنزانيا مشروعات الرئي في جنوب السودان وغيرها من المشروعات في أبقارة الأفريقية جعلت لمصر صمعة طيبة جدا في مجالات الاستفادة من الموارد المائية طبعا ده فضلا عن التجربة المحلية أنت عندك تجربة محلية في الموارد المائية والرأي حاجة يعني عظيمة للغاية بقى سواء المصارف سواء محطات معالجة الماء وغيرها من الأمور وبالتالي أعتقد أن هذا المحور على الأجندة المصرية الرواندية بشكل كبير جدا خاصة أننا شركاء في نهر النيل والتعاون في الحفاظ على هذا الموارد الحيوي والاستفادة القصوى منه لتنمية الشعوب مهم جدا وهذا ما أشار إليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس فكرة الاستفادة من هذا النهر من أجل التنمية والنماء وتقدم شعوب وادي النيل أيضا المجال التكنولوجي أعتقد أنه مهم جدا وده طرح بالأمس ما بين القادة وفي المجال التكنولوجي في الحقيقة مجابعة التحديات المستقبلية تستلزم أن يكون هناك تعاون في توطين التكنولوجيا عشان كده دايما بنجد أيضا الدولة المصرية طوال الوقت تتحدث عن فكرة توطين التكنولوجيا ونقل الخبرات ومصر بالمناسبة في نقل الخبرات بتدرب الكثير من الأشقاء الروانديين في عدة مجالات سواء أمنية أو صناعية أو زراعية وده بقى هنا اللي بيفرق التعاون مع مصر مع أي شريك أجنبي إن مصر مش بس ممكن تعمل معاك مشروع لا ده مصر بتاني الخبرت بالزبط وده الشقاء الأفارقة كانوا مفتقدينه كان فقط المستثمر الأجنبي بيجي يعملوا المصنع ومايقولوش إنه ها هو فين ومايدربش العمالة عنده لأنه هدف هو تحقيق استثمار ليه هو المستثمر جاي استثمار ليه هو مش تحقيق استفادة كمان للدولة أنت بتقيم فيها استثمارات وده الفرق بين التنمية المستدامة والتنمية الوقتية إن المستثمر الأجنبي كان بيجي يعمل يعني مشروع استهلاكي ولا ينقل التكنولوجيا ولا يدرب المواطن الأفريقي وبالتالي المشروع كان بياخد وقت محدد وبعد كده يعني لا يحقق الاستفادة المرجوة إنما مصر بقى بتحقق نوع من أنواع تنمية الكوادر البشرية أن تقلق كوادر بشرية أفريقية تستطيع أن تقلق تنمية مستدامة عشان كده بيلاقي وكالة الشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية بتشتغل على هذا الأمر بشكل كبير جدا يعني العديد من فرص التدريب أمام الأشقاء الأفارقة سواء في رواندا أو مختلف الدول الأفارقة لخلق كوادر بشرية تمكن هذه الدول من الاستدامة في فكرة التنمية المستدامة أيضا مصر ورواندا أمامهم فرصة أخرى لها علاقة بدعم المشروعات القرية لأننا نتكلم على مشروعات طموحة مصر بتقوم بيها زي مثلا طبعا القاهرة كيبتاون اسكندرية فيكتوريا وأيضا مشروعات الربط الكهربائي وغيرها من المشروعات القرية طيب دي مشروعات يعني عنوانها كبير أو عريض مشروعات قومية كبرى إزاي بتدعم لاحتياجات التنموية لشعبي مصر ورواندا لأن ده مهم لما بنكلم عن تعاون بين بلدين اقتصاديا إنه يصب في صالح الشعبين بالتأكيد يمكن تكلموا في الكرة من شوية الكرة ممكن واحد يكسب واحد يخسر إنما السياسة والاقتصاد دائما عشان نحقق نتيجة إيجابية وده الهدف الحقيقي من يعني العمل الدقوب للدبلوماسية المصرية الوين وين جيم إن الشركاء في أفريقيا يحققوا هذا التكامل الاقتصادي وأن تعزز التنمية أو التجارة البيانية ما بين الدول الأفريقية لما أقول حضرتك إن التجارة البيانية ما بين الدول الأفريقية بعضها البعض لا يتخطى الـ 15% ده رقم ضئيل للغاية رغم يعني محاولات جد لإنشاء منطقة تجارة حرة أفريقية يعني مصر كمان كان لها جهود في هذا الملف مهمة جدا واستضافة قمم ومؤتمرات بهذا الشأن بالتأكيد وعشان كده أنا أعتقد أن رواندا ومصر الآن من الممكن الآن يعملوا على تعزز التجارة البيانية خصوصا أن المنتجات المصرية الآن بتلقى رواج كبير جدا في الداخل الرواندي وهناك يعني الآن منتجات مصرية سواء زراعية أو صناعية أو حتى تكنولوجية أصبحت يعني ذات إقبال من قبل المواطن الأفريقي ده طبعا عوضا عن يعني أدوات البنية التحتية التي تساهم بها مصر في الداخل الأفريقي وبالتالي أنا أعتقد أن ترمية التجارة البيانية أيضا من الأدوات المهمة جدا وبيعززها المشروعات القرية التي تطرح مصر على رأسها طبعا طريق القاهرة كبتا طيب في ملف تغيرات المناخية تم طرحه أيضا بالأمس وتم الحديث عنه في ضرورة تلبية احتياجات القرى الأفريقية وتحديدا من إنعكاسات هذه التغيرات المناخية عليها إزاي هذا التوافق ما بين الدولتين ممكن يدعم حاجة زيديه في توفير الدعم المناسب دي القرى الأفريقية من تأثير التغيرات المناخية اللي هما مش سبب فيها دي نقطة مهمة جدا عشان كده دايما بنجد القادة السياسية بتتحدث عن فكرة العدالة في تحمل تبعات التغيرات المناخية اللي حرج بتقوله ده في غاية الأهمية لأن ما ينفعش أنا كدولة أفريقية نسبة انبعاثاتي من الكربون وغيرها من الأمور ضئيلة للغاية لا تقارن مع الدول الصناعية الكبرى أتحمل أنا نتيجة هذه التفارات الصناعية في الدول الكبرى ولا أحقق التنمية المستدامة وبالتالي على الدول الكبرى إما أن تدعمني تكنولوجيا وبأدوات الطاقة النظيفة وتمول مشروعات للاقتصاد الأقدر أو تتركني لأكمل طريقي في التنمية كيفما شئت الدول الأوروبية طرحت حزم مالية وشوفنا مؤتمر باريس طرح مبالغ يعني ضخمة بنكلم على 100 مليار يورو وغيرها من الأمور ولكن أيضا تكوين رؤية أفريقية وأن تكون هذه الرؤية تعبر عن تطلعات القرى الأفريقية قبل استضافة مصر ليكوب 27 المؤتمر الإطاري للأمم المتحدة الخاص بالتغيرات المناخية ده أمر مهم جدا وأن تتشارك دولتين لهم تجربتين رأدتين في المجال التنموي زي مصر ورواندا قبل انعقاد القمة ده بيجعل هناك ملامح لها هذه الرؤية يمكن القادة السياسية المصرية استقبلت هذا العام فقط خمس قادة أفريقية كان ملف التغيرات المناخية على طاولة النقاش وده بيؤكد أن الدولة المصرية بتحاول أن تناقش مع القادة الأفريقية إخراج استراتيجية أو رؤية أفريقية تعبر عن تطلعات الشعوب الأفريقية دايما بنجد بصر حاملة لهموم الشعوب الأفريقية في مؤتمرات التي حضرها السيد الرئيس سواء كان في الصين أفريقيا الهند كل المحافل الدولية وأكيد مصر لديها رغبة أنها خلال رئاساتها اللي قام أنها تكون صوت أفريقيا يعني الرئيس عبر عندها أن مصر ستنقل هموم القارة الصمراء قدام مؤتمر تغيرات المناخ بالتأكيد هذه هي النقطة الأهم أن تعبر مصر وأن تحمل مصر الأجندة الأفريقية وطبعا العربية لأن الدائراتين يعني متربطين وهناك دول عربية كثيرة دول أفريقية وبالتالي أن يكون هناك رؤية أفريقية عربية تحملها مصر إلى العالم وتعبر عنها وتعبر عن تطلعات هذه الشعوب هذه نقطة في غاية الأهمية لأن بالتأكيد يعني في ظل هذه الأزمات العالمية الكبيرة جدا لا نتحمل المزيد من الضغوط وبالتالي إما أن يكون هناك دعم من الدول الكبرى لخطة التنموية وفق الاقتصاد الأخضر وتمويل هذه المشروعات أو يكون هناك مساهمات بشكل ما لدعم الخطة التنموية لهذه الشعوب لأن لا مجال لتوقف استراتيجيات التنمية في الدول الأفريقية بالتحديد لأن الدول الأفريقية تعطلت كثيرا دائما بنقول القارة الأفريقية أغنى قارة تحت الأرض لأنها داخرة بالموارد الطبيعية وبالثروات ولكنها ما زالت أفقر قارة لأن لأنها ما بتستغلش موادها الخام بتصدرها مع الأسف بالضبط وبالتالي أن تحرمني الآن من استخراج هذه المواد الخام وأن أقوم بالتنمية الصناعية أمر غير عادل وبالتالي يجب أن يكون هناك موازنة ومعادلة أنا أعتقد أن مصر الآن بتعمل على إخراج هذه المعادلة الصعبة ولكن مصر كما أعتدنا تجيد أن تخرج هذه المعادلات بما يخدم الداخل الأفريقي والعمل الأفريقي بشكل عادي تمام ملف برضو مهم جدا وهي قضية حيوية وحساسة هي قضية تسد النهضة أيضا تم تناولها بالأمس تم التوافق على تكسيف التعاون ما بين الدولتين خصوصا نرواندا دولة من دول حوض النيل أهمية وجود توافق حول هذه القضية نحن وجدنا القيادة السعيسية المصرية بالأمس تؤكد على الثوابط المصرية في هذه القضية الثوابط المصرية في هذه القضية منذ عام 2014 لم تتغير هناك حفاظ على الحقوق المائية والأمن المائي للدولة المصرية لا تنازل ولا تفريط في هذا الحق وأيضا هناك توضيح دائما لدول حوض النيل بالموقف المصري والرؤية المصرية ودعم أيضا الشركاء فوادي النيل لاتخاذ المسارات الخاصة بالتنمية من الجيد جدا أن يطرح السيد الرئيس بالأمس هذا الملف مع الرئيس الرواندي لأن بالتأكيد نحن في حاجة الآن لتضافر الجهود ما بين دول حوض النيل للوصول إلى السلام والاستقرار منطقة شرق القرى الأفريقية لا تتحمل المزيد من الأعباء والتوترات ومن ثم إخراج هذا الملف إلى المشهد التنموي وإلى فكرة التعاون والرخاء ما بين الشعوب أعتقد أنه أمر مهم جدا وتأكيد السيد الرئيس على ثابت المصرية في هذه القضية أمر بيؤكد أن مصر لن تفرض في حقوقها المائية وتريد أن تدفع بهذا الملف نحو التنمية والرخاء بما يخدم شعوب ودي النيل بشكل نعم بكل تأكيد كل شكرا لك طبعا الكاتب والباحث السياسي الأساس جمال رائف شرفتنا ونورتنا شكرا لحضراتكم يا فندم وشكرا لكل سيد المشاهدين شكرا لك يا أساس جمال